رجلان وثلاث نساء الرجلان هما الفرنسي عربي الأصول سامي بعجيلا والسوري يحيى مهيني سامي بعجيلا يفوز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم بيك نعيش للتونسي مهدي برصاوي ويحيى مهيني يفوز بجائزة أفضل ممثل في برنامج أفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي وذلك عن أدائه لشخصية سام في فيلم الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية الشابة كوثر بن هنية وهو الفيلم الذي يحث الخطى نحو جوائز الأسكار لهذا العام وكوثر بن هنية هي أولى النساء الثلاث التي أشرت إليهن في البداية تمكنت خلال سنوات قليلة من احتلال مكانة خاصة بين المخرجين العرب بعد إنجازها لفيلميها القصيرين إيد اللوح وبطيخ الشيخ ومن ثم شريطها الوثائقي الطويل زينب تكره الثلج ولتعود لتنجز شريطها الوثائقي الروائي المتشكل شلاط تونس وتتبعه بشريطها الروائي على كفع فريت ولتختتم الرحلة للوهلة مع الرجل الذي باع ظهره كوثر بن هنية لن تكون وحيدة خلال تظاهرة الاحتفال بالإعلان عن الأفلام الفائزة بالأسكار بل ستكون برفقة فريقها والحسناء الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي أعارت نفسها إلى عمل كوثر بن هنية في دور ثانوي لكن بأداء لافت وسترافق كوثر وفريقها المخرجة الفلسطينية فرح نابلسي التي ترشح فيلمها القصير الهدية لأسكار أفضل فيلم قصير ويؤدي بطولة هذا الفيلم النجم الفلسطيني شاب صالح بكري أما المرأة الثالثة أو كما يقول الإيطاليون حبة الكرز على قمة الكعكة فهي المغنية والممثلة المغربية الخنساء بطمة الخنساء بطمة عملت لما يربو على عشر سنين مع المخرج المغربي الشاب إسماعيل العراقي على معالجة نص فيلم زنقا كونتاكت وحين انتهي من معالجة النص والإعداد للإنتاج أخبرها إسماعيل العراقي بأنها هي الممثلة المختارة لأداء دور البطولة في الفيلم اعترضت الخنساء بطمة وقالت بأن عمرها لا يتناسب مع عمر الشخصية فهذه الشخصية أصغر منها سنا فما كان من المخرج إسماعيل العراقي إلا أن أخبرها بأن عمر الشخصية سيرفع ليتناسب مع العمر الحقيقي لخنساء بطمة وهكذا كان وقد كان حضور بطمة في الفيلم سببا في نجاحه وحصول الخنساء نفسها على جائزة أفضل ممثلة في ذات البرنامج الذي فاز به يحيى مهيني بجائزة أفضل ممثل أي في برنامج آفاق في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ما الذي يجمع بين هذه الشخصيات الخمس التي أوردتها هنا؟ ما الذي يربط ما بين الرجلين والنساء الثلاث؟ ماذا؟ ثلاثة على الأقل هي الأشياء التي تجمع بينهم فقبل كل شيء تجمع بينهم السينما المتميزة وثاني هذه الأشياء هو المقدرة العالية للمرأة السينمائية العربية في تحقيق الأعمال المتميزة إخراجا كتابة وتمثيلا وثالث هذه الأشياء وليس آخرها هو أن الممثل العربي صار مقنعا ومؤديا يشار إليه بالبنان ويمنح الجوائز الكبرى ولم يعد هذا الممثل يختار لأداء دور المهاجر أو الإرهابي أو الأصولي وما إلى ذلك من الأدوار النمطية المعتادة في السينما العالمية الأوروبية والأمريكية نحن إذن أمام خطوة جديدة نحو سينما جادة ومتميزة اشتركوا في القناة